هجوم حوثي على ميناء المخى غدا تأول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد هانز جراندبرغ بمجلس الأمن شدد فيها على وقف القتال وخفض التصعيد وفيما بدى ردا حوثيا سريعا رافضا للدعوات الأممية والدولية لوقف العنف فإن هجوم ميليشيا الحوثي على ثاني أكبر موانئ البحر الأحمر وفق الرواية الحكومية تم بأربعة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة عقب دقائق من زيارة وفد حكومي لتجشين استئناف عمل الميناء بعد سنوات من التوقف تسبب الهجوم في إلحاق أضرار في البنية التحتية للميناء واشتعال النيران في الصهاريج والهناجر دون أن ينجم ذلك عن خسائر بشرية الهجوم الحوثي على ميناء المخى يعكس وفق متابعين تحدي الحوثيين للدعوات الأممية كما أنه مثال واضح على الحرب العبثية التي تشنها الميليشيا ضد الإنسان اليمني ومصادر إمداده بالغذاء والدواء قبل يومين كانت زارة النقل تجري مباحثات مع منظمات أممية لدعم جهود استئناف عمل الميناء التاريخي والتجاري المعروف بقربه من باب المندب استهداف ميناء المخى يأتي في وقت صعدت ميليشيا الحوثي هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ تجاه السعودية إضافة إلى استهداف قاعدة العند الذي خلف عشرات القتلى والجرحة في مأرب تسوق الميليشيا أنساق مسلحيها ضمن محاولاتها المتكررة لتحقيق تقدم يفشل أمام دفاعات الجيش مسنودا بالمقاومة ومع كل انكسار تلجأ الميليشيا إلى قص المدنيين ومخيمات النزحين في المدينة توسعة الحوثيين لرقعة هجماتهم يضع تساؤلات حول خيارات الحكومة وحليفتها السعودية قائدة التحالف لمواجهة حرب الميليشيا الممتدة على أكثر من محور التصعيد الحوثي المتواصل واشتراطات الأطراف تعقد مهمة المبعوث الأممي الجديد الذي يستعد لبدء جولة مشاورات أولية مع الجهات اليمنية والإقليمية والدولية الفاعلة لاستئناف جهود السلام ترجمة نانسي قنقر